من المفارقات اللي حصلت أنه قررت وقتها أنه أقدم على جامعة جامعة بنسلفينيا فملأت الابليكيشن فورم أنهيت المتطلبات كاملة على أساس أنه سأقوم برسالها طبعاً لجهلي وقتها ولنقص المعلومة لما جيت أبرسل وضعت عنوان جامعة ولاية بنسلفينيا بدلاً من جامعة يونيورسيتي بنسلفينيا وأرسلت الملف الله يسعد الشخص اللي استلم الملف وفهم الخطأ اللي أنا قمت فيه وأخذ ملفي وأرسله إلى جامعة بنسلفينيا والله الحمد أيضاً حصلت وقتها أيضاً على القبول وبدأت رحلتي بالابتعاد بعد بدايتي في أمريكا فكرة الماجستير الأول والعودة تغيرت أصبحت أرغب فيه أنه لا يمكن لو أسوي الماجستير ثاني قد يكون أيضاً أنسب فقررت أمريكاً للماجستير هذا ثاني يكون له علاقة خلاص الحاسب وفعلاً قمت بهذا الشيء عجبني الموضوع وقررت أني أنتقل إلى مرحلة الدكتوراه لما بدأت تقديمي على الدكتوراه كنت حريص على جامعة أمريكاً بالذات وكنت أدرك صعوبة طبعاً القبول فيها ولكن الحمد لله يسر الله قبلت وبدأت العمل في مكان في أمريكاً يطلق عليه الميديا ضميت وقتها لقسم المدن الذكية وطبعاً كانت التجربة في أمايتي ثرية للغاية وأنا في أمايتي وأنا في مرحلة الدكتوراه أيضاً كنت أرغب في الاستزادة فقررت أن يعمل ماجستير ثالث في الرياضيات التطبيقية وعملت مع رسالة للدكتوراه بعد مناقشة رسالة الدكتوراه بثلاثة أيام حصلت على عرض من جامعة أمايتي من أجل العمل في الجامعة وقتها طبعاً بالنسبة لي كان العرض جداً مغري أني أعمل في هذا الصرح العلمي الجامعة رغبت إليه بأن يكون أحد المدرسين فيها فمضى فيها سنوات ودرس فيها الجامعة كمل دراسته ثم طلب منه أن يستمر لتدريس الجامعة ما في شك أنه مرحلة الدراسة في أمريكا أو حتى العمل واجهت فيه مجموعة من الصعوبات بالذات بأن الفترة تلك تزامنت مع 11 سبتمبر الأثر اللي استمرت فيه فكرة 11 سبتمبر استمر معي الفترة طويلة من القصص اللي أذكرها والمؤلمة أيضاً اللي كانت أن فيست الدراسة كانت ستنتهي بنهاية السنة فقررت أني أقوم بتجديدها بالصيف احتياطاً قالوا لي لا أنه ما تحصل على الفيزا أفضل أنك تفكر بالبحث عن جامعات أخرى خارج أمريكا لكن في الأخير الحمد لله حصلنا على الفيزا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر